موسيقى كل التحية لكل الأهلوية اللي بيحضروا معنا وبيبدأوا معنا حلقة جديدة من السادسة أهلا وسهلا بيكم بداية مرحلة مهمة جدا يمكن تكون المرحلة الأهم في الموسم الحالي بتفصلنا عنها 72 ساعة تقدر تقول مجموعة أهداف مركبة صحيح الأهل بعد غياب يستعد لمواجهة ميديامة الغاني يوم السبت اللي جاي في بداية مشواره في دور المجموعات في بطولة أفريقيا لكن ما تقدرش تفصل المباراة دي أو المواجهة دي عن المرحلة دي بشكل عام لأنك انت في خلال تقريباً أقل من شهر عندك مجموعة أهداف كلها مرتبطة ببعض في مشوارك في دوري أبطال إفريقيا عندك مواجهتين الأولى هتكون مع ميديامة على أرضك وعلى ملعبك وسط جمهورك والتانية هتخرج فيها لتنزانيا وتحديداً لمواجهة يونج أفريكنز والأهم هو ضمان صدارة مبكرة لمجموعتك في دوري الأبطال عندنا مباراتين على المستوى المحلي مباراة مع اسموحة ومباراة مع زيديا تمنى فيها التأكيد على تصدر الأهلي أيضاً للمسابقة بعيداً عن مرحلة المطبات الصعبة الأربع لقاءات دول هيقودوك لمواجهة أبطال العالم من إنجلترا من اليابان من مكسيك من برازيل من السعودية من آيسلندا هيكون أبطال القرارات موجودين في انتظار الأهلي والأهلي يعني منافس محتمل لكل هذه الفرق إحنا يمكن مركزين بشكل كبير على ضربة البداية اللي هتكون إما مع أوكلان سيتي أو اتحاد جدة الفايز منهم هيواجه النادي الأهلي ولو تخطى الأهلي المرحلة دي هيواجه فلومينانزي البرازيلي في الدور قبل النهائي البطولة ولو ربنا أكرمنا ووصلنا للمباراة النهائية غالباً المنافس المحتمل لنا هيكون المان سيتي لكن لو لقدر الله خسرنا هيكون إما قروة الياباني أو كلاب ليون المكسيكي اللي النهاردة هنصلت الضوء عليه أكتر ونستضيف المسؤولين عنه ونتكلم عن استعدادات الفريق طبعاً اللي هيمثل الكونكاكاف في بطولة كاس العالم الأندية مبارح كان معايا الرئيس نادي ميدياما الغاني ويمكن حاولت أعرف معلومات أكتر عن الفريق بما أنه فريق حديث العهد اسم الأول مرة بيظهر في بطولة دوري الأبطال يبدو أنه طبعاً فريق ملوش زهير جماهيري لكن الحقيقة أرقامه العناصر بتاعته تقول أنه لقاء مش هيكون سهل حتى لو كان على أرضنا وعلى ما لعبنا فضربة البداية يوم السبت مهمة جداً النهاردة الفريق أجازة ومن بكرة إن شاء الله يبدأ الاستعداد لمباراة السبت القادم في مواجهة ميدياما وينضم ليه كمان اللاعبين الدوليين سواء بيرسيتاو أو أليو ديانج أو طبعاً لعبتنا اللي كانت موجودة مع منتخب مصر في لقاءي جيبوتي وسيارة اليون أخبارنا أي النهاردة أنعرفها مع حضراتكم بعد الفاصل في الأهل نيوز روم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر